فاصل بس عايز اعرف الخدعة بتاعت كولر الجديدة. طيب. اول ما اطلع فاصل. طيب. نجاهز الخدعة الجديدة بتاع كولر بتاعت العرضيات. واحنا بنكل. يلا. كريم. الاهل عنده مشكلة ما عندهوش مهاجر. اهي الخدعة هي. واقف. واقف ناس انا قبل وريكال. ماشي يلا. 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 عشان هيرجع بقى. ماشي دي ماشي دي على سرعة. بصة كريم. اول اوبشن طبيعة. هيروح للاندلاين. ويرح حطة الكرة بالعرض. كايت باك لورا. ادي الاولى. ماشي. هاتة الكرة اللي بعديها ببعد باك افشان اللي ضعت. اللي بعديها على طول. يلا. كايت باك. الاهل يا كريم م 정확 بدأش بيعمل كروسز العادية. الاهل بيعمل كراوسز بالقدم العكسية على الارض يا كايت باك برجوع كرة للخلف. تاني مرة اللي بعده دا في نفس المباراة كل دا في نفس المباراة. هاتة اللي بعديها. القطعة. هنا دي مش من حسين. رجوع الورا والتواجب بتاع أفشا المعتاد رجوع الكرة الخلف دايماً أول تفكير حط الكرة برا للعيب اللي جايب أريحية مش داخل في اللحمات مع السنتر باك اللي بعده بص بوقف هنا وارجع بص حسين الشحاة بحط الكروس على الأرض كرة الورا من على الاندلاين بطبيعي لأنه دار بركنية عشان يشطه وحمود كهرباء كرة عالية وفيه كرتين تانين عشان تروح للفاصل فيه كرتين تانين في الشوطة الأولاني كأنه محمد مجدي أفشا ببسطين من حسين الشحاب بيوصل لأورب الاندلاين قبل الاندلاين بخمسة ستة يارضا ويحط الكولر على الخط للعيب اللي جاي مرتاح جداً جداً غير الأهداف وغير الفرص اللي راحت الخدعة الجديدة بتاعتماس الكولر أنا ما عنديش مهاجم بس أنا هتصرف في الكورات العرضية واعرف إزاي يستغيل الاربعتاشر العرضية النهارضة يبقى بينهم تسعة من الاربعتاشر العرضية في أقدام أو رؤوس لعيب النادي الآن آسنما جدا